مدرسة الرأي مدرسة الرأي فله ما رأى ولنا ما رأينا وهذه كلمة جليلة وسيأتي الحديث إن شاء الله عندما نتكلم عن الأم الأربع الكبار المتبوعين سنتكلم عن أبي حنيفة بالتفصيل فالحاصل أنهم سموا بذلك لكثرة إعمالهم الرأي والقياس في الآثار وإغراقهم في فرض المسائل وإفراطهم في القياس والاستحسان وتتبعوا إلى الأحكام وقد وضح علاء الدين البخاري أن العلماء سموهم بذلك لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام عليها ودقة نظرهم فيها وكثرة تفريعهم عليها ويقول وقد عدز عن ذلك عامة أهل زمانهم فنسبوا أنفسهم إلى الحديث وأبا حنيفة وأصحابه إلى الرأي لكن يقول بعض العلماء أن هذا لا يوافق قوله البخاري هنا البخاري هنا ليس البخاري صاحب الصحيح إنما هو علاء الدين لا يوافق على هذا القول من حيث الإجمال